يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأهلا ومرحبا بك يا ابن الإسلام وأهلا ومرحبا بك يا ابنة الإسلام هلموا لنكون بحق من أبناء الإسلام عاملين به قائمين به داعين إليه باذلين النفس والنفيس والمال والولد من أجل نشره وإيصاله إلى الخلق فإن أعظم الناس منزلة الذين يصلون الحق إلى الخلق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يا ابن الإسلام لا زال الحديث موصولا عن القرآن الكريم وعن أهميته في بناء الشخصية الإسلامية وبناء ابن الإسلام فابن الإسلام يتميز أنه حامل للقرآن عارف بالقرآن داع بالقرآن قائم بالقرآن تال للقرآن لا يبرح قط القرآن من بين يديه بل هو دائم النظر فيه والتلاوة له والعمل به والتعظيم له وأنت الآن تحتاج إلى آداب تتعلمها وتتأدب بها حتى تكون بحق ابن الإسلام ومتعلما بحق للقرآن القرآن كلام الله العظيم سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يا من تتل القرآن اعلم يا تالي القرآن أنك تقرأ كلام الله وأنك تتعلم كتاب الله فلابد من توقيره واحترامه والتأدب معه كما ينبغي لا بد من توقيره واحترامه والتأدب معه كما ينبغي والآداب كثيرة نذكر منها طرفا فانوي العمل لا بد من النية السليمة والصحيحة والخالصة لوجه الله إذا ما جلست مجلس العلم هذا وكذلك أن تكون لديك نية العمل بما تسمع اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فانوي العمل واستعن بالله ولا تغتر أي بنفسك ولا يغرنك أحوال السفلة من الناس الذين لا يتأدبون مع القرآن نعم الناس صنفان صنف متأدب مع القرآن غاية الأدب والآخر غير مبال بل هو سافر الأخلاق منحرف الطريق عن صراط الله المستقيم فلا يتأدب عند سماعه ولا يتأدب عند تلاوته ولا يهش ويبش عند سماع كلام الله تعالى ولا ينوي العمل به ولا ينصت إليه إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإن كانت الآية نزلت في حق الذي يقف خلف الإمام وأنه يجب عليه أن ينصت لإمامه متى تلاوقد سمعه فإنها عامة في الأدب مع القرآن الكريم نعم إنه كلام الله إنه كلام الله من أراد أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف ومن أراد أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف أما الذي لا ينظر في المصحف فهو ليس بمحب لله ولا رسوله وإنه لمحروم من حب الله ورسوله نسأل الله السلامة نعم إن الله تبارك وتعالى قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فأسفل الناس والسفلة من الناس الذين لا يتأدبون مع القرآن ولا ينصطون للقرآن ولا يعملون بالقرآن ولا يعظمون القرآن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدى وإليه يعود فتأدب يا مسلم أول هذه الآداب يقول ولا يغر أنك أحوال السفلة من الناس الذين لا يتأدبون مع القرآن بل كلما زاد وقار الله في قلبك زاد حبك للقرآن وتأدبك معه كلما زاد وقار الله في قلبك زاد حبك للقرآن ليه لأن القرآن كلامه فإن وقرت الله عظمت كلامه وأحببته وتأدبت معه هذه أول الآداب أن تخلص النية وتقصد بذلك رضا الله تبارك وتعالى أن تخلص النية عند تعلم القرآن وعند تلاوة القرآن وأن تطلب بذلك رضوان الله تبارك وتعالى فإن النية عليها مضار الأعمال وثلث الدين مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى واحضر أن تكون أول من تسعر بهم نار جهنم يا متعلم القرآن ويا تالي القرآن احضر أن تكون أول من يسعر به نار جهنم كيف تسعر به نار جهنم وأنا أتل كلام الله وأقرأ كلام الله وأتعلم كلام الله ألم تسمح حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيه صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة أول هؤلاء الثلاثة تار للقرآن أو قارئ للقرآن أو عالم كل هذه وردت في الأحاديث أول من تسعر بهم نار جهنم يؤتي به المولى عز وجل فيقول له ماذا فعلت يا عبد الله بنعمتي بنعمتي فيقول يا رب تلوت فيك القرآن وتعلمته وعلمته للناس فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما فعلت ليقال هو قارئ ليقال هو عالم ليقال هو متأدب فاحذر أخي المسلم احذر أيما حذر أن تكون نيتك غير خالصة لله تبارك وتعالى فلتكن نيتك خالصة لله تبارك وتعالى عند تلاوتك للقرآن وعند تأدبك بأدب القرآن وعند تعلمك للقرآن وعند حفظك للقرآن سواء كنت طالبا في معهد أزهري أو كنت طالبا في إحدى المعاهد الخاصة أو كنت متعلما على يد متعلم أو متعلما من خلال شريط أو ما غير ذلك